ويا مساء الخير حبايبي حبايبي اليوم رح اعمل لكم طريقة رهيبة جدا جدا لعلاج الصلع المزمن لعلاج الشعر الخفيف وكثير انا بنسئل على وصفات للشعر قوية ونتائجها 100% فاليوم رح اعطيكم هاي الطريقة طريقة رهيبة جدا جدا ونتائجها مرضية وان شاء الله خلال شهرين رح تشوفين النتائج 100% بس لازم تمشين معايا خطوة بخطوة عشان تاخذين النتائج 100% حبايبي هون حبايبي عشان تشوفون وانا عملتها قلي طيب استعملها الشعري وطريق مع اني عندي كسل بالغدة والكسل بالغدة ينزل الشعر كثير ويسوي فراغات بالشعر كثير بس الحمد لله وشكر انه هاي الوصفة خلى الشعري كثيف وطويل بنفس الوقت وما تخلي شعري يتساقط كثير شو هي الطريقة حبايبي راح تاخذون حبايبي الزنجبين قطع كان هيك كبار هيك قطع كان كبار وتبرشيها كثير كويس وبرشيها كثير منيع شو بسوين قطعة وحدة من عندهم حاولي نشفيها وهي مبروشة وقطعة خليها وهي خبرة شو بسوين تاخذين كاسة كاملة من بس هيك قطع كان كبار حبايبي يعني مو كل شي صغار هيك يعني شايفين هذا اصبعيل هون اثنين بعدها شو بسوين حبيبتي وحدة تبرشيها وتنشف فيها وحدة او تقدرين تاخذين اذا عندك ناشف كمان تقدرين تاخذي بس تبعت موسمة تبعت السنة مو يكون قديم ورايحة فوائدة من عنده حتقولولي مطحون اذا مطحون ووجديد مية بالمية تقدرون تستعملوا طيب قديش اذا كان مطحون تستعملين ملعقة وسط الملعقة الوسط يعني هادي بس هيك الغرفين غرفة كبيرة ازين انا لا انا برشت وحدة وخليتها انا نشفتها ووحدة استعملتها انا مع كاسة عفوا كاسة كبيرة مثل هادي مال شاي زيت زيتون شو سويت جبت الوحدة منعد هنل برشتها خليتها بهاي العلبة وحطيت عليها زيت زيتون ورحت شو سويت حبايبي حطيتها بحمام مريم خليتها تقريبا كل نص ساعة احطها بحمام مريم هي كاسيبة واكون مسكرة عليها كل نص ساعة بعد انا اطلعها واخليها تبرد وارجعيا سوي الاملية كمان نص ساعة كمان بس صارت نص ساعة اشيلها واخليها تبرد وكمان عين قررت هاي العملية 4-5 مرات سويتها بعدها سبتها مع الزنجبيل الأخضر اللي ما منشفته سبتها هيك تقريبا 5 تيام إلى أسبوع ممكن بعدها صفي 100% بعد ما الصفي شو بسوين تجيبين الناشف اللي احنا سوينا نحطه فوقي اذا شفتي الزيت قليل شرب الزيت حطي كمان زيدي زيت طيب زيدي زيت ممكن هنا اذا تحبت تحطين قليل من زيت الخروع كمان معا زيت تكليل الجبل كمان معا تقدرين انا بضيف لك صراحة وكل هذا تحطيه مع بعض وبعد ما الصفي من الزنجبيل الناشف السيبي بداخله وشو بسوين حبيبتي بتدلكين في جلد تبعت الشعر جلد تبعت الشعر اول اشي بيقشر الجلد مال الشعر ويخلي الدورة الدموية تمشي فيه كتير كويس وكمان بيبعد القشرة ويطول ويكثب الطريقة زي ما انتو شايفيها سهلة وبسيطة ونتائجها ان شاء الله مرضية 100% حبايبي طيب ممكن كمان نستعمل معاها ماء القرنفل نسوي ماء القرنفل هيك برشاش هيك او ماء كليل الجبل حسب انتي تنيناتين كويسات ماء القرنفل او ماء كليل الجبل بهيك سبريه وتحطيه كمان على كل يوم ترشيه على الجلد تبعت راسك اذا استمرت يا عليا خلال اتي من اول اسبوعين رح اشوفين الفرق واضح 100% بس اذا استمرت يا عليا رح اشوفين شعرك يطلع شعر صغير شعرك يصير كثير طويل حتى على فكرة الصلع كمان يعالجي اذا استمرتي عليه اتمنى انه هذا الفيديو اينار رضي الجميع واتمنى منعدكم قديش قبل ما انهي تحطوه على الشعر تحطيه على الشعر مو اقل من ساعة ونص زين اذا زادت ما في مشكلة وكم مرة تخلوه تخلوه حبايبي تلت مرات بالاسبوع او مرتين اتمنى انه هذا الفيديو اينار رضي الجميع واتمنى منعدكم انكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك ومع السلامة